بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه أستعين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرخ إلى نموذج لفرض الفصل الثالث في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط والوضعية التي اقترحناها تتمثل في الآتف إذن فالوضعيات الثلاث المقترحة هي في الأصل وضعية واحدة مجزأة إلى ثلاث أجزاء إذن فالجزء الأول منها يقول لاحظ الوثيقتين واحد واثنين ثم أجب عن الأسئلة أتمم الجدول التالي أولا نحدد ما هي وسيلة نقل الحركة في كل تركيبة إذن في الوثيقة واحد الوثيقة اثنين ثم نحدد العناصر المشتركة في نقل الحركة في كل وسيلة ثم اتجاه الدوران للقائد والمقتاد ثم الهدف من استعمال هذه الوسيلة محاسن هذه الوسيلة ومساوئ هذه الوسيلة الجزء الثاني أو الوضعية الثانية يقول في الوثيقة السابقة رقم واحد نعين نقطة على محيط السلسلة ثم رقم واحد مثل مصار حركة النقطة على مسنن الدواسة ثم مصار حركتها بين المسننين القائد والمقتاد في الوثيقة اثنين الدينامو مرسول بمصباحين أحدهم أمامي والآخر خلفي السؤال يقول هل المصباحين مرسولين على التسلسل أم على التفرع أعلل أو برر إجابتك ثالثا دعم إجابتك برسم مخطط الدار الكهرب لهذا التركيب باستعمال الرموز النظامي الجزء الثالث في الوثيقة واحد السابقة يتكون المسنن القائد من ستين سن والمسنن المقتاد يتكون من عشر أسنان المطلوب ما هي المسافة التي يقطعها الدراج عندما يدير الدواسة مئة دوراء علما أن القطر العجلة الخلفية هو دي يساوي 0.8 متر إذن فبدون إطالة سنعالج الوضعية الأولى على بركة الله إذن الوثيقة رقم واحد وسيلة نقل الحركة المبينة في هذا التركيب كما رأيناها في الدرس تتمثل في السلسلة ما هي العناصر المشتركة في نقل الحركة باستعمال السلسلة إذن لدينا العنصر الأول المسنن الكبير الموجود في الدواسة وهو هذا المسنن كما تلاحظون وهنا سيلعب وظيفة القائد يعني هو الذي يقود المجموعة في جهاز الحركة العنصر الثاني هو المسنن الصغير المسنن الصغير كما تلاحظون موجود في العجلة الخلفية هو جزء من العجلة الخلفية يقع في محورها إذن فهو العنصر المقتد أما الذي يقوم بتوصيل الحركة ونقلها من المسنن الكبير إلى المسنن الصغير فهو السلسلة كما نلاحظ بالنسبة لاتجاه الدوران في استعمال السلسلة المسنن المقتد يتبع المسنن القائد في جهة الدوران يدوران في نفس الجهة يقول ما هو الهدف من استعمال هذه الوسيلة هنا نلاحظ ما هي العلاقة بين القائد والمقتد بما أن المسنن القائد هو الكبير والمسنن المقتد هو السعير فإن الهدف هو تنقل الدراجة أو تنقل هذه الآلة بسرعة أكبر يعني حينما يدير السائق أو الدراج دواسة دراجته دورة واحدة يعني كأننا نقول يتحرك هو بخطوة واحدة فإن المركبة بالكامل أو الدراجة بالكامل ينبغي أن تنتقل لخطوات وليس لخطوة واحدة إذن فهذا هو الهدف من استعمال هذه الوسيلة وهي قلنا تنقل الدراجة بسرعة أكبر ما هي محاسن هذه الوسيلة؟ إذن من بين أهم شيء إيجابي فيها هو حفظ السرعة المطلوبة يعني السرعة التي نريد أن نضاعفها فإنها تبقى محفوظة لماذا؟ لأنه لا يقع إنزلاق ولا تآكل في هذه التركيبة إذن من محاسنها حفظ السرعة المطلوبة من المحاسن الأخرى أنها كذلك سهلة التركيب يعني الإنسان إذا أراد أن يركب السلسلة بين مسننين فليست بالأمر المعقد أو الصعب من مساوي هذه التركيبة أنها تتطلب التشحيم إما نقول تتطلب التشحيم فهي تحتاج إلى صيانة مستمرة أو باستمرار أو بشكل منتظم من تشحيم والتشحيم يتطلب منك توفير جانب مادي لها شراء الشحوم لها وكذلك تخصيص وقت لذلك إذن فهذه بعض المساوي بالإضافة إلى أنها ليست مارنة وماذا يهمون في أنها ليست مارنة؟ يعني لا تلبي لك رغبة الدوران في الجهة العكسية يعني فهي تجبر المقتاد أن يدور في نفس جهة القائد لو أردنا أن يكون المقتاد يدور في عكس جهة القائد فالسلسلة لا تحقق هذا الغرض ننتقل إلى الجزء الثاني يعني المقارنة مع الوسيلة الثانية في هذه التركيبة نلاحظ توجد العجلة الخلفية للدراجة ومركب على إطارها أو يتماس مع إطارها عجلة لجهاز الدينان الجهاز متمثل في توليد الكهرباء موليد الكهرباء إذن فوسيلة نقل الحركة هنا لا شك تلاحظ بأنها هي الاحتكاك يعني هناك احتكاك بين العجلتين إطار عجلة الدراجة وعجلة الدينان إذن فالعنص المشتركة هي أولا عجلة الدراجة وهنا ستعتبر هي العنصر القائد عجلة الدراجة هذا الجزء منها والعنصر المقتاد هو عجلة الدينان وهي التي تظهر هنا في الصورة باللون الأبيض ونقل الحركة هنا هو الاحتكاك الذي هو ظاهرة فيزيائية نتجة عن التلامس المحكم بين السطحين بين سطحين العجلتين العجلة الكبيرة والعجلة الصغيرة اتجاه الدوران في هذه الحالة المقتاد يدور عكس القائد يعني حينما يدور إطار العجلة أو تدور العجلة الخلفية للدراجة فإنها تسحب معها عجلة الدينامو المثبت بالهيكل وبالتالي يكون الدوران متعاكسة إذن فالمقتاد يدور عكس القائد الهدف من استعمال هذه الوسيلة كذلك هو تدوير الدينامو بسرعة أكبر كيف عرفنا؟ نلاحظ بأن عجلة الدراجة أكبر من عجلة الدينامو بحوالي 40 مرات مثلا فبالتالي عندما تدور العجلة عجلة الدراجة دورة واحدة فإن عجلة الدينامو تدور 40 دورة وهذه التقنية أو هذه المضاعفة مقصودة يعني حتى يدور الدينامو بأكبر سرعة ممكنة لكي يولد التيار الكهربائي بالقدر الكافي إذن فما هي محاسن وسيلة نقل الحركة بالاحتكاك كذلك سهلة التركيب ولا تتطلب التشحيم ولا تتطلب جهدا كبيرا لتدويرها يعني هذه كلها محاسن أما مساوئها فإنها لا تحفظ السرعة المطلوبة لماذا؟ لأنه حينما تحتك السطوح ببعضها فإنها تتآكل والتآكل يؤدي إلى الإنزلاق وبالتالي السرعة التي نريد الوصول إليها لا تكون محققة دوما إذن قلنا التآكل الإنزلاق كذلك هو من المساوئ التي تتم في النقل الحركة بالاحتكاك نمر إلى الوضعية الموالية في الوثيقة السابقة رقم واحد نعين نقطة على محيط السلسلة مثل مصار حركة النقطة على مسنن الدواسة ثم مثل مصار حركتها بين المسننين إذن فمصار حركة نقطة من السلسلة على مسنن الدواسة يكون دائرا دائري كما سنوضحه بالرسم لكن قبل أن نتقل إلى الرسم لنوضح مثلا نحن نعين نقطة هنا في أعلى المسنن على السلسلة يعني في المماس بين السلسلة والمسنن الكبير الذي هو مسنن الدواسة فحينما يدور المسنن فإنه يسحب معه السلسلة فتدور هذه النقطة محققة نصف دائرة على المسنن ثم ستنتقل السلسلة بمعنى ستنتقل النقطة من المسنن الأمام إلى المسنن الخلف على خط مستقيم إذن ففي الجزء الأول يكون المصار ضائريا كما هو مبين في هذا التمثيل إذن هذه نقطة من السلسلة في هذا الموقع نسميها A مثلا فعندما تدور السلسلة عندما يدور المسنن يدير السلسلة فالنقطة تتحرك على نصف المسنن على نصف المسنن راسي مثلا لنا نصف دائرة إذن فما صارها نصف دائرة بعد ذلك ما صار حركة النقطة من السلسلة بين المسنن يعني إذا استمرت الحركة فإن هذه النقطة ستنتقل هذه النقطة التي علمناها ستنتقل من المسنن الأمام إلى المسنن الخلفي على مسار مستقيم كما هو مبين في الشكل التالي إذن لاحظ أننا رسمنا الخط بشكل مائل وليس أفقي ربما يعني قد يكون هذا قد يكون ذاك يعني كما نراحظ هنا في الصورة الخط سيكون أفقيا في نوع آخر من العجلات قد يكون مائلا من الدراجات أقصد يكون مائلا لا يهمون أنه يكون أفقي أو مائل بما قدر ما يهمون أنه يكون خط مستقيم إذن فالنقطة التي علمناها على السلسلة ستنتقل من المسنن الأمام إلى المسنن الخلفي في خط مستقيم ومن الخلفي الأمام كذلك في خط مستقيم إذن هذا بالنسبة للمصار المطلب الثاني يقول في الوثيقة الثنين الدينامو موصول بمصباحين أحدهم أمامي والآخر خلفي المطلب الأول هل المصباحين موصولاً على التسلسل أم على التفرع أكيد أن المصباحين سيكونان مربوطان على التفرع مع الدينامو كيف عرفنا أو كيف نعلي ذلك لأن المصباحين أو المصابيح عموماً لكي لا تتأثر ببعضها البعض لا في التشغيل ولا في الانطفاء ولا في شدة الإضاءة فينبغي أن تربط على التفرع إذن وهذا ما نلاحظه سواء في مصابيح مصباحية الدراجة أو مصابيح السيارة أو المصابيح المنزلية أو أي مصابيح في الحياة العملية نلاحظ بأن هذا المصابيح موجودة الذي يجمعها هو المولد فقط يعني الجزء المشترك في الدارة هو المولد أما تشغيل المصباح فكل مصباح له دارته المستقلة الذي يدل على ذلك قلنا هو أنها مستقلة عن بعضها البعض لأن في التسلسل ليست مستقلة يعني إذا أتلف أحد المصباحين لا يمرت يرأي المصباح الآخر فهو ينطف الأمر الثاني وهو صفة التوهج فالمصباحان يحملان نفس الدلالة مع المولد ويتوهجان بصفة عادية فهذا كذلك يؤكد بأنهما مربوطين على التفرع إذن نؤكد ذلك برسم مخطط إذن فهذا مخطط باستعمال الرموز النظامية فرمزنا للمولد هذا هو رمزه جي ويخرج منه سلكة أو سلكي توصيل يتفرعان فرع يتجه إلى المصباح الأول فرع يتجه إلى المصباح الثاني يعني في هذه الحالة المصباحان مستقلان عن بعضهما البعض إذا أتلف أحدهما لا يتأثر آخر وإضاءتهما لا تتأثر ببعضهما البعض إذن هذا بالنسبة لهذه الوضعية نمر إلى الجزء الثالث يقول في الوضعية واحد السابقة يتكون المسنن القائد من ستين سن والمسنن المقتل يتكون عشر أسنان المطلوب ما هي المسافة التي اقطعها الدراج عندما يدير الدواسة مئة دورة علما أن قطر العجلة الخلفية هو دي يسوي 0.8 متر إذن فالمسنن القائد هو المسنن الكبير والمسنن المقتل هو المسنن السغير كما ورد يتكون المسنن القائد من ستين سن إذن المسنن القائد عدد أسنانه وعدد دوراته فعدد أسنن القائد هو ستين سن كما ورد عدد دوراته يقول جيد المسافة التي اقطعها الدراج عندما يدير الدواسة مئة دورة إذن تدوير الدواسة هو تدوير المسنن القائد إذن صاحب الستين سن يدور مئة دورات الآن المسنن المقتاد عدد أسنانه هو عشر أسنان كم دورة يدور؟ بمعنى هو سألنا كم تدور العجلة يعني إذا تسألنا على كم يدور المسنن المقتاد السغير صاحب العشر أسنان فهنا هو نفس عدد دورات العجلة لأنه جزء منها إذن عندما يدور المسنن الكبير صاحب الستين سن مئة دورة فإن المسنن الصغير صاحب العشر أسنان أكيد سيدور ستة أضعاف ستة أضعاف لماذا؟ لأن المسنن الصغير هو أصغر من الكبير بست مرات ستين تقسم عشرات وسوي ستة إذن فعادة دورة سيكون عكسي مئة دورة في ستة بمعنى كيف نجد؟ سنضرب عدد أسنان المسنن الكبير في عدد دوراته ستين في مئة يساوي ستة ألاف هذا الطرف الأول من المساوات يساوي في الطرف الآخر ستة في آن يساوي هذا المقدار ستة ألاف إذن ومنه آن الذي هو عدد دورات كيف نجده؟ أن يساوي ستين في مئة على عشرة يعني ستة ألاف على عشرة ونجده ستة مئة بمعنى عندما يدير الدواسة مئة دورة فإن المسنن الخلفي مع العجلة يدوراني ستة مئة دورة حينما نعرف ذلك يسهل علينا إيجاد المسافة أولا نجد طول أو محيط العجلة العجلة الخلفية بتطبيق العلاقة بما أن العجلة هي عبارة عن دائرة أو قرص نطبق عليها قانون حساب محيط الدائرة L يساوي D ضرب P L هو الطول D هو القطر P هو الثابت 3.14 الذي ما هو إلا النسبة الموجودة بين طول الدائرة وقطرها أو محيط الدائرة وقطرها إذن L يساوي 0.8 أي قطر العجلة في P 3.14 نجد أن طول هذه الدائرة أو طول هذا الإطار أو طول هذه العجلة يساوي 2.51 متر ثم نذهب إلى إيجاد المسافة التي اقطعها الدراج عندما تدور العجلة 600 دورة إذن المسافة D تساوي L في N أي تساوي المسافة المقطوعة تساوي محيط العجلة يعني دورة واحدة للعجلة مضروبة في عدد الدورة وهو 600 نطبق عدديا D يساوي 2.51 في 600 نجد أن الحاصل هو قطر أو المسافة التي اقطعها الدراج عندما تدور الدواس 100 دورة أو عندما تدور العجلة 600 دورة فإنه يقطع مسافة قدرها 1506 متر إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكون قد استفدتم مما قدمناه لكم وشكراً لكم على حسن الإصاء والمتابعة ودمتم في رعاية الله وما توفيقنا إلا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر